عشانك طارق هالمرة بتحول إلى أنت وعادل البطي بتحول إلى رجل فني وأسألك بالبداية أولا كابتنا بارك لك طبعا عادل البطي وعبد الرحمن الرومي في الاستيديو التحليلي هم اللي رشحوك للفوز في هذه الجائزة أنت تستاهلها نجم عندك شعبية كبيرة أنا أوليدي تركي عمره ثمان سنوات دائما يقول عموري يعني ما شاء الله عليك نبارك لك لكن الشباب يسألونك في الاستيديو أنه المدرب يقول لك روح انطلق لا تهتم في الجوانب الدفاعية عندك أدوار أنت عارفها زين تسوها أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم وأمس على عادل البطي وعبد الرحمن الرومي وأقول لهم يعطيهم العافية وبالعكس أنا طالب مني المدرب أشياء دفاعية وبنفس الوقت أشياء هجومية فقد ما أقدر أحاول أن أنا أطبق للتعليمات اللي يطلبها مني المدرب وهالشي اللي انتوا شفتوه يعني والكل شاف أن أنا قد ما أقدر أحاول أن أطبق التعليمات لأن هذا مصلحة الفريق ليس مصلحة شخصية يعني فالمهم إحنا كلنا ككتلة وحدة نساعد بعض عساس أننا نوصل لنتيجة وحدة اللي هي الفوز إن شاء الله عموري في كلام أنا قاعد أكرر يمكن حتى اللي تابعون القناة الرياضية ملوا منا أنه مهدي علي كمدرب إماراتي مواطن بامتياز يبحث عن هدف كأس آسيا يحقق يجيبه يبحث دائما في مثل هذه المباريات الودية الدولية عن تقدم في التصنيف الشهري يبحث عن هدف أكبر وأسمى اللي هو الوصول إلى نهايات كأس العالم في روسيا اليوم بصراحة وإنت نجم يعني نجم خلنا نقول نجم شباك في المنتخب الإماراتي نجم جماهيري نجم مهم تشعر بأنه بهذا الفريق تقدرون تسوون الطموح اللي يبحث عنه مهدي علي والله شوف إحنا في أول تجمع لنا كان يقولنا الكابتون أن نكون طموحنا واحد ما كان طموحنا أن نتاهل كأس العالم أو نتاهل كأس آسيا أو أن نخذ كأس آسيا بالعكس لا كل مباراة نلعبها نعتبرها بطولة لأن نحن بعدنا الشباب بعدنا الصغار يعني فهالشي يعني يعطينا دافع حق سنوات قدام إن شاء الله وبالعكس أنا طموح كابتن مهدي ما لا حدود يعني طموح كابتن يعني طموح أي شخص في العالم أنه هو يكون دوم في المقدمة طموح يكون دوم من اللفوس فهالشي إن شاء الله أن نحن قد ما نقدر نحن نساعده داخل الملعب وإن شاء الله في كل بطولة أو في كل مباراة إن شاء الله نحن نسعى أن نحن يعني كيف مثل ما أقولك نقدم عمارة في التصنيف وبنفس الوقت أن نحن يعني ناخذ المباراة بجديتها سواء المباراة ودية بطولة ودية مباراة رسمية فهذا الشيء يعني هذا الشيء اللي إحنا تعودنا عليه وإن شاء الله أن نحن نكمل على هذا المستوى إن شاء الله آخر ناحية كابتن وأنت عندك جماهيرية كبيرة في السعودية اليوم تقول أني بطلع من الدوري الإماراتي ممكن يشوفون جماهيرك في السعودية في السعودية أو أنت ما تفكر يعني أطلاقا في خطوة من هذا النوع لا بالعكس أنا قلت قبل صرحت وقلت هالكلام بالعكس أنا يشرفني أن أنا لاعب في الدوري السعودي دوري قوي فأوضاك أحد فأوضاك والله شوف أنا لا تدخلني في هذه الأشياء كيف لا دخل؟ أنا لا شوف أنا توني باقي على عقد سنتين مع نادي العين إن شاء الله لكل حادث الحديث بعد هالسنتين لكن أنا مثل ما قلت الطموحة يلاعب الاحتراف سواء في الدوري السعودي أو أي دوري ثاني فإن شاء الله إذا الله كاتب لنصيب أن أنا أحترف في الدوري السعودي بالعكس هذا يشرفني أنا فأوضك أحد ولا لاعطني إياها؟ لا تحرجني أبن الحلال يلا شكراً كان هذا هو صوت وصورة النجم الكبير عموري صغير بحجمه لكن كبير في أداء في أخلاقه عادل البطي وأيضاً